أقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية ومستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة مشروعات إنتاج الهايدروجين الأخضر على مستوى الجمهورية وقد تم في هذا الإطار استعراض مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية في مجال توليد طاقة الهايدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة والشركات العالمية ذات الخبرة في هذا المجال وذلك في إطار الاستراتيجية القومية التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة النظيفة في مزيج القدرات الكهربائية للدولة للوصول إلى نسبة 42% وذلك في ضوء ما تزخر به مصر من إمكانات من الطاقة النظيفة المتمثلة في الرياح والطاقة الشمسية وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهايدروجين الأخضر باعتباره مصدراً واعداً للطاقة في المستقبل القريب وبما يصب في صالح الجهود التي تقوم بها مصر لتصبح ممراً لعبور الطاقة النظيفة ومن ثم مركزاً محورياً للربط الكهربائي بين أوروبا والدول العربية والأفريقية كما وجه السيد الرئيس أيضاً بضرورة تعظيم المكونات المحلية لمنظومة إنتاج الهايدروجين الأخضر خاصة أجهزة التحليل الكهربائي التي تعتبر عماد هذه الصناعة كما وجه السيد الرئيس بدراسة زيادة القدرات المولدة من توربينات الرياح بالاعتماد على التوربينات فائقة لارتفاع ذات القدرات الكبيرة في التوليد وذلك لتعظيم الاستفادة من طاقة الرياح في عدة مواقع جغرافية على مستوى الجمهورية كما تم استعراض مشروع ممر الطاقة الخضراء في مصر والذي يهدف إلى تسهيل دمج مصادر الطاقة المتجددة على نطاق واسع في الشبكة القومية للكهرباء ومن ثم تسري عملية تطوير إمكانات الطاقة المتجددة في مصر بهدف تعظيم إمدادات الطاقة لدعم عملية التنمية القومية الشاملة وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وتصدير الطاقة المتجددة وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد كذلك عرض جهود توطين مشروعات الهايدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمواقع المقترحة لتلك المشروعات في المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالاستمرار في تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة خاصة الهايدروجين الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة وكذا تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي لتموين السفن بالوقود الأخضر